موسيقى الرئيس السيسي يناقش هاتفيا مع رئيس جنوب افريقيا ملف سد النهضة والقضية الليبية الريو تؤكد ان مفاوضات سد النهضة متعثرة وافيوبيا تفتقر الارادة السياسية للتوصل لاتفاق الصحة تستقبل سبعة وثمانين الف طلب تسجيل من المواطنين للتبرع بالدم و الف و ثمانمائة و سبع وعشر مكالمة لمراكز نقل الدم على مستوى الجمهورية موسيقى تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس سيريلا رامافوزر رئيس جمهورية جنوب افريقيا وتم خلال الاتصال تبحث بشأن التطورات الرهنة للقضية الليبية والجهود الافريقية المشتركة لتسويتها في اطار محددات لمبادرة اعلان القاهرة كما تم استعراض الموقف التفاوضي الحالي بشأن ملف سد النهضة وقد استعرض الرئيس السيسي خلال الاتصال ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية وقد تناول الاتصال كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الرهنة لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة فضلا عن افاق التعاون الثنائية بين مصر وجنوب افريقيا في مختلف المجالات بما فيها جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ابدى المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والرأي في تصريحات للمرسلين الصحفيين عن عدم تفاؤله بتحقيق اي اختراق او تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة لاستمرار التعنت الاثيوبية واوضح المتحدث والرسمي انه في الوقت الذي ابدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات قبلت بورقة توفقية اعدتها جمهورية السودان الشقيقة تصلح لان تكون اساسا للتفاوض بين الدول الثلاثة فان اثيوبيا تقدمت بمقترح مفير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك لكونه اقتراح مخل من الناحياتين الفنية والقانونية واضاف المتحدث والرسمي ان هذا المقترح الاثيوبي الذي رفضته كل من مصر والسودان يؤكد مجددا على ان اثيوبيا تفتقر للاراضة السياسية للتوصل الاتفاق عادل حول سد النهضة ويكشف نياتها لاطلاق يادها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون اية ضوابط ودون الالتفاة الى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية وقد كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرأي عن بعض اوجه العوارة في هذا الطرح الاثيوبي الاخير في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملآوة تشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث فان اثيوبيا تأمل في ان يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجابها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لاثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الازرق بشكل احادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤياتها المنفردة كما ان الطرح الاثيوبية يهدف الى اهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت اليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقترب من عقد كامل بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت اليها جولات المفاوضات التي اجريت مؤخرا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولية كما ان الورقة الاثيوبية لا تقدم اي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتدة ولا توفر اي حماية لهما من الاثار والاضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغيل سد النهضة يضاف الى ذلك ان الورقة تنص على حق اثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل وحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية دون حتى الالتفات الى مصالح دولتين المصب او اخذيها في الاعتبار واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالاشارة الى ان هذه الورقة الاثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الامر الواقع على دولتين المصب حيث ان الموقف الاثيوبية يتأسس على ارغام مصر والسودان اما على التوقيع على وثيقة تجعلهما اسر لارادة اثيوبيا او ان يقبل بقيام اثيوبيا باتخاذ اجراءات احادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتين المصب اصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الخامسة من النشرة الدورية توجهات مستقبلية تحت عنوان مستقبل الرعاية الصحية وذلك في اطار توجه الدولة المصرية نحو تبني استراتيجية مصر الفين وثلاثين كما قام المركز برصد اهم التوجهات التي تشكل مستقبل العالم بجانب الوقوف على الوضع في مصر لضمان التطوير المستمر لانشطة الدولة المصرية بما يحقق الرؤية المستقبلية المنشودة وذلك بناء على توجهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتور هلزايد عن استقبال سبعة وثمانين الفا وثلاثمائة وواحدين طلب تسجيل من المواطنين للتبرع بالدم وذلك بعد اربعين وعشرين ساعة من تفعيل حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم بالتعاون بين الوزارة ممثلة في خدمات نقل الدم القومية مع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واوضحت الصحة ان مراكز التبرع بالدم على مستوى محافظة الجمهورية استقبلت ايضا الفا وثمانمائة وسبعا وعشرين مكالمة للاستفسارات عن التبرع بالدم منذ تفعيل الحملة وقد اشرت الوزارة الى ان تلك الحملة سوف تساهم ايضا في تشجيع المتعافين من فيروس كورونا المستجد بالتبرع ببلازمة الدم للمساهمة في علاج الحالة الحرجة من مصاب فيروس كورونا واضفت الصحة انه تم تفعيل الخط الساخن خمستاشر تلاتة ستة وستين لتلقي استفسارات المواطنين عن التبرع بالدم وبلازمة الدم داخل القاهرة موضحة انه سيتم تفعيله في باقي محافظة الجمهورية تباعا خلال الايام القادمة اشتركوا في القناة